والبني أدم المحترم الأستاذ اللي قاعد قدام المحترم اللي أنا متوسم فيه خير نتعرف عليك الله يخليك وكرمك أنا طيار إيه ده لا مش باين عليك خالص ده أنت متواضع جدا لا والله أنا اسم رياض شغل طيار لا 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 ده أنت متواضع بقى معاول ولابس كده وعمالي وشايف الناس المحترمة ده شفت بقى متواضع ده راجل طيار يعني بوزيشن وبص عامل إزاي محترم ونازل للناس وإنت مقاول وعمل فيها رئيس المراجيح ولما هو طيار جاي هنا يعمل إيه جاي ياخد تأشير سفر بص ايه 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 فيه ايه فيه فيه طيار بحتاج أنت طيار يعني أنت بتطير في أي وقت وعاية على جنب يصة وتنزل للمدينة اللي أنت عايزة بس وحمل بقى كلومبيا كلومبيا بلا كان بفضية جوا في الطيار معرفة بسري سوفت لندن ايه مثلا ايه 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 بقى ما أنا مش طيار بتاع طيارة بص كمان اللي هو الطيارات الخاصة يعني مش الطيارة العادية ده بتاع الطيارات الخاصة يعني الراجل اللي عنده الطيارة يدور ويطلع وما بيقشف اشارة بان ازاي يعني راجل محترم يعني انت ممكن تاخدنا معاك من غير تأشيرة كده ويلفت بينا ويلفت وعلى فكرة اقول لك على حاجة وممكن يطلع دخان طلع دخان طلع دخان طلع دخان دلوقت طب اقوم وطلع دخان. اطلع من اين دخان انا. معرفش انت بتطلع او ازاي. من الطيارة هو بيطلع دخان انا مالية. امان انت. وبعدين انت خلتني الطيارة تخصت ايه وجزرت ايه. اخنف. اخنف. طلع كمان ايه ده طياران حربي. يعني اللي هو بص اللي هو كده بقى ما يهموش اي حاجة. امال طيار ايه استاذ ما تقول. طيار ديليفري. كمان يعني بص قال هي ايه طيارات البضايع ياخد الطيارة اللي محطوط فيها البضاعة يوصلها. يعني برضو بوزيشن طيار. ما وصل. بيطلع في الجو وياخد البضايع آآ كونتنرات بقى وعربيات وطيارات و و و مصصات و و. ايه ايه اللي دخل مصصات ايه يا استاذ? امال امال ايه. يا استاذ انا ديليفري. طيار ديليفري بتاع بيتزا. بيتزا. ها. ايه ايه. وموافية. في ايه ايه ده في ايه? ايه? بيتزا بيتزا. حشو جوه الحشو برا الحاجات دي يعني. اه بتحسنان? لا بيتزا بيتزا. ما الحشو جوه. حشو جوه. بيت تيارة. سجوء برا الحاجات دي. فزبا يعني. اه. طب قوم فزي اه. ايه ده في